موسيقى ورجعنا لكم تاني مشاهدين الكرام ولسا مكملين حلقاتنا وفقراتنا مع أسر الحياة فقراتنا بقى هتتكلم عن الفورنيتشار لما أجي أتكلم عن الفورنيتشار لازم أتكلم عن المصدقية والأمانة في المجال لأن الموضوع برضو للأسف الشديد دخل الغش كتير في الخمات وفي الماتيريال بيبقى مديكي الحاجة أيوان وتشتبها عالي جدا وللأسف بعد الاستعمال بتكتشف بقى دفوهات كتيرة وللأسف العميل لما بينزل يشتري أي حاجة ما بقاش عارف أنهل كويس وأنهل الوحش بدأنا أن نركز حوارنا وحادثنا عن الفورنيتشار بحيث أن نشوف إيه المزايا والعيوب وإزاي لنا ما أعش فريسة للمعارض أو الأسف مصانع بتصنع الفورنيتشار من الحاجات اللي لفتت نظري مودرن فورنيتشار للأساس الحديث الناس دي لها مصداقية كبيرة جدا في المجال صاحبها من الناس المحترمة اللي واخد الموضوع مصداقية وخبرة مش واخده سبوه بأخذ منك فلوس وأطلع أجري قبل ما بيسلم للعميل بيسلم لنفسه بيشوف كل صغيرة وكبيرة صح فيها حاجة قبل ما بيسلم للعميل كمان أني لما جينا تواصلت معاه قال لي أنا الموضوع مش مجرد حاجة أنا بعملها وبخرجها للعميل لأ حاجة تعيش والدوم بمعنى أصح أن أنت هتاخد الحاجة وانت متطم طيب نشوف بقى حوارنا مع البشمهندس محمد مع البشمهندس ياسر حلمي صاحب ومؤسس ومدير مصنع مودرن الأساس الحديث أهلاً وسهلاً بشمهندس ياسر أهلاً بحضرتك فعلاً شرفتنا النهاردة في أسر الحياة أهلاً شرفت أجيك في البداية تعرفنا بحضرتك أكتر أنا اسمي ياسر حلمي قريج تجارة القيارة ضفية 2000 وبقى لي في المجال 20 سنة تعريبا 20 سنة طيب من أكتر حد يشجعك ودخلك المجال ده هو أكتر حاجة شجعتني أن أنا من وانا صغير حبيب الديكور والديزاين وعندي مههبة في تنسيك الألوان وكده والفرنشل المودر نعمة كانت جذبان من البداية حضرتك يعني ما درسش المجال بس خدته هواية هو كان من الأول هواية وحاجة أنا حبيبها وعنما خدت كورسة أو اتنين في فن ديكورة وتنسيك الألوان وكده استغلت على نفسك اه استغلت على نفسي بس هو في الأساس هواية طيب ليه العميل ليه بتفضل أن العميل يروح لمعرض لمصنع أساس وما يروحش للمعرض وخلاص على كده هيستفاد إلى العميل لما يبقى ليه معرض ومصنع المعرض هو اللي بيصنع فعنده مصدقية يعني ايه؟ يعني هو عارف هو يعمل ايه؟ لما بيجي تفهم على العميل بيقول له خيمات خشب كذا سافنجي كذا وماش كذا أو لو موبيلية مثلا نوع الخشب اللي يستخدمه ايه؟ فهو اللي بيصنع الحاجة بنفسه هو مسؤول بقى مسؤول عن كلامه مع العميل انه عارف هيعمل ايه بالضبط كل حاجة في ايديه هو بس يعني الحاجة هتجي من المصنع على المعرض وشوف كل حاجة عايز يعدي العايز يعمل هيبقى كل دوات موبيل المعرض هو اللي بيصنع هو اللي بيعمل كل حاجة ايه تزد تمام؟ فالمعرض لو فيه مصدقية وفيه من الأول مبدأ ومصدقية حضرتك وعايزك ان انت تفرش للشقة بحالها تمام طب قول لبقى ايه الإجراءات اللي بتعملوها؟ أول حاجة بنعمل المعايزة أول حاجة بنعمل المعايزة قبل المعايزة بناخد الموديلات أو الدزينات اللي عاملها اللي هو جايبة معاه بعود الدزينات معينها لكل قوضة قوض الشبابي الليفينج النوم الانتري آآ تاني حاجة من بعد المعايزة بنشوف حضرتك بنروح نرفع المعايزة با بنروح عن الموديلات دي بنتكلم مع العامل فيها بنتناقش فيها فبنظبط الديزاين اللي هو ما يطلعش الديزاين في الآخر مش مطابق للصورة أو متغير لها لازما يكون مطابق للصورة فتكون الواقع هو والخيال يعني ايه قريبين جدا من بعضهم خمسة و تسعين في المية سبعة و تسعين في المية ما يكونش أقل من كده آآ يعني التصميم يكون مقارب للواقع آآ مثلا ما نجيبش مثلا قوضة حجمها كبير في مقاس صورة قوضة حجمها كبير اللازم حيبوز الديزاين كل للأسف طيب انتو بتعملوا ايه في المساحات الديئة يعني انت عارف دلوقتي كل الوحدات دلوقتي كلها صغر يارا ستين متر سبعين تمامين كده يعني ما بقاش في المساحة اللي في في صحرات كل الشباب حتى المقبلين على الجواز حتى الناس المجوزين كله دلوقتي بيميل السمبل حاجة بسيطة المفاش دوشة كتير تمام؟ أنا لو حطت دهب سيلة على الأرض دهب يعني فرنشة قوية جدا وحاجة يعني ايه واو يعني فاقمة وحاجات فيها زحمة كتير بس المقاسي اللي في رنشة ده كبيرة عن المكان أو على قد المكان بالزبط جماله مش باي لكن لما يكون الحاجة ساملة وبسيطة ونروح المساحات اهم حاجة الفاضية ان احنا لما نفرش شقة نروح المساحات يكون في مساحات فاضية تبين جمال الحاجة المحطوطة وفي نفس الوقت القادة في البيت بيتحرك براحتهم وبيستخدمها براحتهم للأسف احنا مالوا مندي ننزل نشتري اكبر نيش اكبر حاجة انا بجوز عراس بقى لعشرين سنة دلوقتي كله بيميل نيش متر وعشرين اتنين درسة حاجات الهي السهلة الستاندر المحطوطة بتاعة رابيس السفرة تسعين سنتين في متر وسبعين طول ممزددش عن كده وكله بياخد ستة كرسي فيه بعد العراس بيجاولة اربعة كرسي في الصفرة متر وعشرين بتسعين حسب المكان وحسب المساحة بتاعك فالمودرن مستو انه هو موديلاته بسيطة وفيه حاجات فيها شغل عالي اوكي ده موجود وده موجود بس عمتا ما بتاخدش مكان كبير لا خالص طيب برضو كنت عايزة اعرف من حضرتك اللي بيميز مودرن فورنيتشر عن اي حتة تاني حاجتين الضمان حقيقي يعني انا مثلا لما اقول لها حضرتك قط النوم عليها عشر سنين ضمان او الصفرة عليها عشر سنين ضمان الركنة لما اقولها حارك عليها خمس سنين ضمان في الخشف وثلاث سنين ضمان في السفن عشان احنا المصنع وانا الشارع خامة بنفسي وعارف انا شارع ايه وعارف اتقعد ايه مع الهارد الاستخدام الصعب والاولاد والكلام ده كله يعني اللي فينج الايه شيء بمسلا الاسرة كلها بتقعد عليه والأطفال وطنطيت ونومة وقعدة أنا مش راح أقول لي العميل لا ما تقعدش على الإيد لا ما تقعدش لا سوء استخدام سوء استخدام ده شغل بقى إيه دخل في حتة تانية مش كويسة لا بهدل الركنة بهدل الركنة مع أسوأ استخدام أنا بدي ضمان خمس سنين خشب وثلاثة سفين يبقى عارف أشتغل بالخشب تخانة إيه وإزا النوع إيه وطريقة التجميع بتاعته إزاي والسفين يكون كسافة كام عشان أعدي الضمان أنا بدي ده المينمون بتاعي لو أقامني مع العميل والله الحمد لله الحاجة بتقعد أكتر عند العميل فبتبع حاجة كويسة حاجة كويسة أنت بتبقى عارف شغلك أنت مخرج إيه مخرج إيه إيه اللي لما تقعده من مصنع أنت متعرفش هو عمل فيه إيه أنا إيش عرفني صح إيش عرفني هو عمل بإيه سوى بإيه أنا معرفش طيب المفروض الخميات اللي بيصنع بيها الليفينج عامة وبتنصح المستهلك بيه هو الليفينج أو الأنتري أو التشيري الكورسي أو أي حاجة في السيت بالقاعدة يعني بتستخدم الهيكل بتاع الزين بس كلمة الزين تي مفتوحة يا جماعة مش كل واحد يقول لزين العميل يفرح لا زين ده أنواع لازم أن العميل يفهم لازم أن يكون فاهم لازم أن يكون عنده توعية بالخامة عشان ما يدحكش عليه يعني الزين لازم أن يكون مبخر أو مجفف خاني من المية تماما فالزين الأبيض أو الأحمر المستورة بيكون مبخر جدا وخاني من المية تمام الزين الأحمر والأبيض كقوة واحدة بس الأحمر غالي شوية عشان بيقبل الرسم عليه والنحت والقيمة فشغل المدر معظمه ماكسي فمش لازم أن نستخدم الأحمر بقل نستخدم الأبيض في نفس الصلاة التخانة بقى بتاع الزين هي اللي بتفرق من منتج لمنتج طيب المواصفات اللي لازم تتطبق على تصنيع غرفة النوم والصفرة والشبابي عشان المستقلك يعرف أكثر هو اللي تعودنا عنه من زمان يعني ما بيش أحسن من الأمولة الكونتر وقوشية الزين الأحمر تمام الكونتر دوت هو لو المصمار ربطه في الخشب أكتر من المرة هيتربت ضرفة الدولاب كده أجه أشيلها مش عارب أشيلها بس مش بتتقلي برضو لا اللي هي كون إيه الخيمة بتاعتها الكونتر ده أو السداب الموسك دي هي أفضل حاجة في الخشب المصنع في الموبيلية والأواشيد بتاعته تمام والفينش بقى عليه للأسف بنشوف مش عاوز أنا خشي في قودة كاملة بتاعة نوم وفيها استعمال وفيها هلك تكون كلها من الام دي ايف اه الام دي ايف يخش بالشغل طبعا وكل حاجة بس ايه أنا عشان أجه أفنش قودة نوم حلو قوي أو صفرة حلو قوي أجلد من برة بام دي ايف عشان يطلع الفينش في الدهين دوكو فرن ولا وصفر ولا حاجة كويس وممتاز بس هو قاعد على ايه على كونتر ناس من الحيطة اللي قاعد عليها تكون قوية هي دي الأساس احنا للأسف بسعب بنشوف مهزلة في قوض النوم بتلاقي اللي في الوش حلو أو تيجي بقى الضهر والورقة بلاكاش والجناب متفنشة مش حلو يعني اللي قدامك حلو تيجي بقى تكسر في الخبايا مسؤولية العميل وغلط العميل مش غلط طب هيعرف من ايه ما هو مش هيعرف لا حضرك بص يا فندم أول حاجة لما يجي العميل يتعاقد على شغل لازم أول حاجة يسأل عليك خشب بعد تشغل بيه تمام ما يبقاش كله ايه مدئي بيصافي عشان ديها تبقى مشاهي مشكل كتلة بعد كده مع الميا مع المصبر الممكن ما يركبش تاني كلام ده كله لا لازم يكون خمات طبيعية أو خشب طبيعي تمام تاني حاجة العميل هو بيستلم لازم يبص جوه قبل بره يبص الجنب قبل الوش يبص من الظهر قبل الجنب يعني يستلم صح قبل ما يشيل المنتج من المكان اللي هو باخده تمام وفي عاجات كده يعني يمسك الحاجة ايه يعني كده في عاجات بتعرف وأهم حاجة رؤية النجارة من العميل ما يتنزلش عن رؤية النجارة تمام بيعمل عبش كامل بيعمل أوضة بيعمل اتنين لازم المكان الكويس هو اللي اشتريت على العميل مش يوب مزاج العميل ده اشتريت عليه حاجة تتنسب عبش الشقة كله ويتنسب نجارة بيضة تمام ولو حبيب العميل يجيب معاه أحسن نجار يدله فلوس من جيبه ويجيب معاه أحسن نجار يحضر معاه رؤية النجارة ايه مشكلة؟ ما أنا بطمن على حاجته على فلوسي وطالما فيه مصداقية وطالما الشغل صح بشغل بقلب بسدر مفتوح تمام نيجي يشوف الخشب خلاص العميل كده تطمن على الخشب شوفوا ما فيهوش دهان حاجة قدامه بيور فعارفوا عمل ايه أكيد طيب كلمني بقى على موضوع الانتريهات والتنجيد بتاعها فلس عبني يبقى وخديني الشلط بتاعت الانتريهات حلوة جدا تمام ومفوخة ومفوخة ومتزبطة وشكل واب اه يعني يقول يعني يقولك بص الصمك قدي ايه ما فيه السنة تلاقي الدنيا تبهدلي 25 اه يعني كسبة 25 بص حولك ايه كسبة 25 ده اول حاجة العميل لازم يعرف ان السفينجي مش بارتفاعه انا ممكن اديك ارتفاع شلطة توصل لـ 20 سنت في الارتفاع الاساس في السفينج هو الكسبة اللي هو البودرة اللي جوه السفينج هي دي اللي بتدي فترة السنين اللي بيعيشها تمام فممكن اديك شلطة 20 سنت اناسف وكسبة 25 سنة ده لو قعد سنة بكويس ده شغل السوقي بعد التجاري ايه تمام وبحذر العامل اوي او الست البيت اوي عشان هي دايما بيممكن الزوجي دي حورة الاختيار وكلام ده فعطو باش مسؤولة مسؤولية صعبة يعني اه في موضوع الكسافة بتاعت السفينجي 25 دي في العروض بحذرها من العروض العروض جميلة بكل حاجة بس يكون فيها مصداقية زي محرج سألتني عن مجال شغلي وتريك اهم حاجة عندي ايه الضمان ومعهد التسليم والسعر طبعا تمام ضمان يكون حقيقي وبعدين اين مشكلة نطلب الضمان كتابة زي الاجهزة الكهربائية طبعا انا صادق وصح هخاف من ايه لا ما نديك ضمان ومختم بختم الشركة وخدم المرضى عندي طبعا تمام طبعا ما الشغل تمام فالضمان اه يكون اه حقيقي اه بالنسبة حرجة سالتين على السفينج اه الكسافة الكويسة التلاتين تمام والتلاتة وتلاتين اقل من كده لا يعني ما اقول ضمان تلات سنين سفينج او هيعضي تلات سنين بعمر الله السفينج نوعين هارد ناشف يعني في نسبة تحب الاعداء الناشفة في صفت مالبا في نسبة تحب الاعداء الطريقة سواء كده او كده ما بيش مشكلة عندي الكسافة تلاتين او تلاتة او تلاتين لكن بقى خمسة وعشرين والكلام ده شغل تجاري سوئي ما جيش انا عشان عاوز اعمل عرض وعاوز ابيع كتير للزبون ونزل سبعين في المئة خصم وخمسين في المئة خصم اوكي جميل حطني بقى خامة كويسة او صدي الخصم ده عشانه بعرضة حقيقية ما تدنيش عرض ويجيب خامات بسهره قليل بتقول لي عرض تب انت بيضيعلي فلوسي برافا عليك تمام لأ هو حضرتك ممكن شالتة يكون ارتفاع الشالتة تلاتاشر سنتي كويس مناسب وبيلاف عليها رول الفايبر والبطانة الداخلية بتاعتها اللي بتوبة جواها تفتحي السوصة بتاعته لو ماشي تلاقيها بس يكون السفنج كسافة يبتدي من تلاتين لزلده وثلاتين ده اللي هو الكويس الوسط واللي فوق الوسط تمام قال لي من كده لأ فلازم نسأل على الكسافة طب في ضمان طب يديني ورا يتقول بالضمان ده عشان لم يجي بعد سنة لإيه بقى عادت على الأرض كده فاعرف اسألك فيها يعني حضرتك السمك بتاع السفنج السفنج ده بيبقى مبيضمش للأبد بيبقى ليه وقت برضو بيهبط طبعا لأني فينا سقولك إيه ده هيعمر معك للأبد ولا عشر سنين ولا يا جماعة خلينا لوجيك خلينا طبيعيين يعني مفيش السفنج بيعمر للأبد السفنج ده لكسافات أعلى كسافة الاربعين ده بيقعد خمس سنين تمام في ناس بقى حسب لما بحد بيدي ضمان المفروض دي ضمان الصح على أقصى السلاك الهارض الصعب جدا مع أسرة كبيرة تمام ففيه تلس سنين وفيه الخامس سنين لكن ما بيش حاجة للأبد وبعدين وبعدين بعد إذن أي حد بيشتري فرنتشر البداية من البداية من الكلام أو السيلز أسمع السيلز بيقول لي إيه تمام قال لي حاجة غير منطقية أهرب من المكان ده فور ما هو البداية كدب إنها هي كدب صح أوكي فهو مفيش حاجة اسمها خشب يضم مدى السنين طول العمر قدي تنوم تدوم طول العمر أه هتدوم كل حاجة إيه مش هيجي بعد عشر سنين ضرفة توقع طبعا هجيب نجار يركب لك جرار يزبط للمرجلاش تانوي يركبه أو مفصلة توقع أو الكلام ده تمام لا هيحصل الكلام ده مع الاستخدام مع مر السنين مع الاستخدام بالضبط لكن السفينك هو ضمانه حضرك من ثلاث سنين لخمس سنين بس مش معنا كده إنه هو قعد على الأرض لا هيستخدم لعشر سنين تمام بس أول ما جي أول ما جي كان كده كان كده تمام بعد الضمان ده ما ينتهي هيبها كده أكيد مع القعدة ينزل شوية ده السفينك جيب محترم لكن أقدر أكمل بي هكمل بي لعشر سنين المشكلة إذا كان أصلا البناءدم البناءدم ليه عمر افتراضي الحاجة اللي بقى أستخدمها ملاقش عمر افتراضي صح المصداقية أهم حاجة في الكلام المصداقية عشان كمان إحنا بناءدمين يعني يا حضرك بناءدمين الإنسان اللي بيحترم نفسه برة الشغل هيحترم نفسه غوال شغل يعني ليه العاميل أتحطف موقف وحش قدامه أو يكلم لأسلوب وحش أنا ببيع المنتج ده بسعر حلو جدا جدا وبخامة كويسة جدا وفنش محترم طب إيه المشكلة عباكون صادق معاه في كل حاجة وهو هيشتري بأرياحية وهيكون مستريح ومجتنع بل بالعكس أنا بدي الضمان اللي هو يعني الموضوع هيعدي معاه حلو تمام بس أنا خليني في السيب صيد أهو عشان عدي مصدقية عشان يجي لي تاني ويجيب لي عاميل تاني وفي نفس الوقت العاميل بيفرح جدا لما عدي تلس سنين ولاس كل حاجة هي ما هي حلوة وهو اللي يجري لي أن يجيب لي عاميل تاني أيو عاميل بيجيب عاميل بدان فيه مصدقية في الشغل أنا شغل عشرين سنة كله مع عائلات ومع أسر ومع دنيا بإخلاق السوشيال ميديا الأساس شغلي أساس مكاني لنا فيه هو كان شغلي بدأ كده من عاميل جاب عاميل لغاية ما بقيت محافظات طيب بشباندي سياسي لكلمنا عن فرق العمل بتاعك إزاي اخترته عشان يعمل المنظومة بتاع حضرتك دايما هكون كذب لو قلت لحضرك إن من بداية شغلي من عشرين سنة إن أنا اخترته بيرفكت لا أول تلس سنين كان فيه صعوبات كتيرة جدا لغاية ما عملت جروب كله فيه صنعة إيده حلوة فينشه عالي وعنده ضمير لأن الصنعة لازم يبقى عالي اتنين فينش عالي وعنده مهارة في الصنعة وضمير ما ينفعش أي حاجة لوحدية لغاية ما المنظومة كتابة لي بقى ثلاث سنين بدأ الموضوع يبقى مظبوط حلوة جدا مستمرين على كده الحمد لله يعني إذات اللي انت تختار فريق عمل كويس يمثل حضرتك في أي حتة بالزبط كده من المندوبين لسواق لعربيات نقل لماسك عمبر كامل لقسطة لمساعد لازم كل حاجة الموبيليا الفرنيتشار زي المدان في البيت أو ستة في البيت ويبتطبخ هي هيجيب كل حاجة كويسة جدا وغزبنا عنها في حاجة جات أو استرقصت في عنصر معين في الطبخة بواسط الدنيا بواسط الدنيا هي الفرنيتشار كده حتة صغيرة بواسط الدنيا هسترقص في جزئية صغيرة بواسط الدنيا في حاجة مهمة جدا برضو كل الناس مشغولة بيها وعندها مشكلة فيها إيه هي إيه تحت السفنك ممكن السفنك يكون محترم ويكون كويس ويعيش بس أنا بقعد تقولك ده أنا بقعد بنزل بنزل تحت ومش عارف إيه المشكلة اللي عنده تمام فيه ناس ترجع بعد كده تعمل إيه الأحدى كونتر تحت السفنك ده بيتعب العمود الفقري أوكي فهو نوع الأستك بالتأسيس إن يكون أستك من نوع معين وطبعا الأصفر هو أغلى حاجة بسوء أنضف حاجة تمام أكلمني عن أكتر مشكلة اتعرضت لها في مجال الفورنيتشا يعني أول ما دخلت المجال كان أكيد في مشكلة اتعرضت لها كان أكبر مشكلة حاضرتك هو توبير الخامة بسار كويس خامة نظيفة يعني بسار كويس والإيد العاملة الإيد العاملة كان هي أكبر مشكلة أنا عاوز أعمل اسمه وعاوز أعمل زيبول ليا فكت بخسر يعني أجيب كرسي وحد جاي مسلا من أجيب أقوله أعمل ده أشوف بوزه شكرا بدأ ما بأس حكت الزبون فبعد أأتي إيه شوية خسرة في الأول آه بتبقى صعبة جدا آه في البداية كده بس اللي عاوز يبتدي صحة لازم أن يضحي في الأول شوية ما يخبطش وخلاص وبعد كده لما يزبط نفسه الخسرة دي أكيد تعوطت تمام طيب أنا عايزك تديني نصيحة للمشاهدين عشان ما يقوش فريسة في المجال الفورنيتشار تقولهم إيه يعني يستخدموا عقلهم يعني يكون بيفكروا شوية في المجال في الموضوع أنه هو لو في عروض مثلا أو مكان منهزل أوه في الأسعار لا يعني ده بقى كويس في اللي أنت بتشتري إيه إنه مش معقول حاجة عالية أوي وخامتها نظيفة جدا وضامن عشر صين وضامن عشرين سنة كلام اللي بتسمعوا ده مع السعر ده طب ده بقى كويس استعين بحد إيه المشكلة حد حد يبيفهم في الخشب معكم أنت بتشتري حد حد يبيفهم في السمينة أنت بتشتري إيه يعني إيه المشكلة وشوف الهيستوري بتاع المكان الهيستوري بتاع المكان والزبين وردودها إيه والكلام ده كله يعني يا ريت كمان يا جماعة صعب إن أنا أقول طب حد يشتري من عائلتك والحاجة كويسة فخليك مع الهيستوري منه ندروها دي دينيا مفتوحة تمام فشوف الهيستوري بتاع المكان ومين بيحبز على نفسه وحبز على اسمه وبيحبز على صمعته والكلام ده كله تمام وهو بيشتري تمام ويدقى ويبص كويس بكل يفتش إنه مش عيب حتى لو مكان واف واخمه هتكسف ليه من لفنا فلوس افتح واشير الشلطة وادوس تحت يعني كده يعني ابصك واس في الشغلة باللي باشيره اكي طيب في نهاية الفقرة بتاعتي تحب تشكر مين اشكر اشكر امي واشكر زوجتي واشكر كل فريق العمل الشغال معايا اكي ناس محترمة بيراعد امرهم الحمد لله احنا كمان بنشكرك بنتمنى لك مزيد من النجاح والتفوق وعلى فكرة هي مش اول حلقة البشمهندسة يكون معايا ياسر ان شاء الله لنا حلقات تانية كتير في مجال الفورنيتشار بشكرك بشمهندسة تحت امي وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا استنونا حلقة جاية كتير مع هندي شاين